وبمناسبة كلينشيت بما نحن نتكلم على 15 مباراة في مشوار الدوري كلينشيت للنادي الأهلي خلينا أقول لكم وده مرتبط بمواطش مبارحة أنا عايز أديله حقه يعني علي لطفي علي لطفي الحقيقة بيثبت في كل مناسبة الأهلي بيحتاجوا فيها أنه حارس مرمى من الأعادة أنا عارف أنه فيه كلام كتير جدا عن أنه جمهور الأهلي لو كلم على جمهور يعني جول أقلي بيتكلم في أنه المركز ده محتاج دعم ومحتاج حارس ثاني مع الشيطة بس أنا بشوف الحقيقة أنه علي لطفي مش واخد حقه وعلي لطفي مبارح عمل واحدة من المطشاط المميزة جدا وفي كل المطشاط اللي شارك فيها علي لطفي بالمناسبة كان الأهلي كلينشيت بس عشان دايما نبقى متفقين مركز حراسة المرمى ما بتحسش بيك جمهورة اتنين مركزين في الملعب من الحداشر ما يحسش بيك جمهورة قوي إلا بالمشاركة اللي هدق رأس الحربة الصريح وحارس المرمى الاتنين دول كمان مرتبط في حاجة اسمها السنس يعني 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 في لعبات كده معينة ومنها المركزين دول تحديدا سنس المشاركة بيطور بشكل كبير جدا وبيعلي بشكل كبير جدا وبيزود من قدرات الحارس المرمى أو رأس الحربة على إنه يظهر بأحسن مستوى وده مرتبط بشكل كبير جدا بنسبة مشاركته لكن الحقيقة لما بنتكلم على علي علي الحقيقة أجاد حتى فيه أصعب المواقف ظروف صعبة كتير والمناسبة جزء كبير جدا من المشاركة الألعابة علي لطفي ما كانتش مشاركة سهلة بالعكس كانت مشاركة من العارة التقيل ونجح فيها وخد تقريبا الإعلامة الكاملة مش بشهادتي أنا شخصيا لكن بشهادة جماهير النادي الأهلي نروح